طبعاً في المملكة العربية السعودية آلاف الآلاف من الآثار التي لا نستطيع أن نتحدث عنها في برهة من الوقت كهذا الوقت المتاح للآن ولكن من أشهر الأمكانة الأثرية التي نعرفها في المملكة العربية السعودية على سبيل المثال للحصر مدائن صالح في العلا في محافظة العلا تيماء آثار تيماء طبعاً في محافظة تيماء بشمال غرب المملكة العربية السعودية آثار دومة الجندل في منطقة الجوف في سكاكا آثار الفاو طبعاً في جنوب منطقة الرياض في تقليل بناغم محافظة توادي الدواسر آثار في عسير جرش على سبيل المثال في معروفة في مكانها بين الرفيدة والخميص والله ما أعرف تتبع لأي من المحافظات الفتهامة عشم تابعة لمحافظة القنفودة السرين تابعة لمحافظة الليف هذه أمكنات مشهورة جداً ومثلها آلاف التي لا تحضروني الآن أو على الأقل لا يتسع المجال لذكرها في المملكة العربية السعودية حوالي أربعين بعثة أثرية تحت تنقب في أمكانة مختلفة من المملكة بعضها سعودية بحتة وبعضها أجنبية بمشاركة سعودية طبعاً الآثار من حيث التاريخ الزمني بعض المواقع الأثرية تعود إلى ما قبل مليون سنة وبعضها تتعود إلى ما يعرف بطب مختلف العصور ما قبل التاريخ ثم العصور التاريخية إلى العصور الإسلامية والآثار الإسلامية أيضاً يعني ربما تحتل أو لا نصيب كبير من التنقيبات والاكتشافات ومن المسوحات التي تمت للمملكة العربية السعودية على مدى ما يقارب من أربعين عاماً يعني لم تخل الذاكرة والمملكة تجري مسحاً لكل مختلف أنحاء المملكة ترجمة نانسي قنقر